طيب عندنا بقى عبادات أساسية وعبادات تلحق بالأساسية العبادات الأساسية اللي هي أركان الإسلام الخمس المعروفة بعد شهادة اللا إله إلا الله وربنا قال فيها وعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وعلمنا أن نقول في صلاتنا إياك نعبد وإياك نستعين أما العبادات الأوسعة كل فعل أو قول يرضى الله ورسوله عنه بنسمي فعل الخيرات بر الوالدين حق الجار العدم الكذب أو الالتزام بالصدق طاعة الأبوين طاعة الأكبر إماطة الأذى عن الطريق كل ما فيه خير هو عبادة ومش مجرد هو تصرف لكن حققته عبادة والدليل على كده إيه؟ إن في آخر صورة الحج قال الله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اركعوا واسجدوا خلاص؟ واعبدوا ربكم اركعوا واسجدوا هنقول دي صلاة واعبدوا ربكم وسعنا المجال دخلنا كل العبادات وَفَعَلُوا الْخَيْرَةِ وَفَعَلُوا الْخَيْرَةِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ نعم؟ سلام عليكم أستاذ محمد فَفَعَلُوا الْخَيْرَةِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ كلمة الخير بقى كلنا عارفينها بتشمل إيه؟ ترجمة نانسي قنقر